اهلا بكم مشاهدين الى نشرة التاسعة بتوقيت جرينيتش واليكم ابرز العنوين البرلمان الجزائري يصادق على موازنة 2019 واحزاب المعارضة تشتك من تواصل العز والسياسات التقشفية في تونس لجنة برلمانية تعتمد نسبة الخمسة بالمئة للحاصل الانتخابي المطلوب من الاحزاب بلوغها للانتخابات فهل يهدد القرار احزابا تونسية بالزوار وزارة الخزانة الامريكية تفرض عقوبات جديدة على خلفية مقتل جمال خاشقجي تشمل 17 شخصا بينهم سعود القحطاني المساعدة السابق لولي العهد محمد بن سلمان أهلا بكم معكم رؤوف جربي صادق نواب البرلمان الجزائري بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019 في معارضة أحزاب المعارضة متحجزة بكونه لم يعالج العجز المزمن في الميزانية ويظهر من المؤشرات التي قدمتها الحكومة في القانون الجديد بأنها موازنة أقل تقشفا مقارنة بموازنات السنوات الأربع الماضية رغم خفض القيمة الإجمالية للنفقات بـ 1.5% عن الموازنة لهذه السنة مع اعتماد سعر المرجعي للنفط بـ 50 دولار للبرميل للعام الثالث على التوالي من أصل 63 مليار دولار قيمة الموازنة العامة في الجزائر للعام 2019 رصدت السلطات الجزائرية 6 من المئال قطع الصحة ضمن الترتيب الرابع بعد ميزانيات الدفاع والتعليم والداخلية تقريباً هي عبارة عن قطاع الرابع في الجزائر الأكثر أهمية مقارنة من قطاعات مهمة لها قطاع الدفاع ثم قطاع التربية وقطاع الداخلية قلنا لما نحكي مثلاً ميزانية تتير في هذا الجنم تمثل حوالي 500 لـ 496 مليار دينار وهذا رقم طبعاً كبير واعتمد قانون الموازنة للعام الجديد الذي صدقت عليه أغلبية نواب الموالات في البرلمان على سعر مرجعي للنفط بـ 50 دولار للبرميل وقد خصص 10 من المئال التحويلات الاجتماعية أو ما يعرف بالدعم الاجتماعي فضلاً عن قلوه وفق تصريحات وزير المالية عبد الرحمن راوية من رسوم وذرائب شديدة المشروع قانون المالية كان ما يضمن حتى زيادة في الرسوم ولا ثقل جبائي أكثر وخصصنا أكثر من 10% من ميزان الدولة للتحويلات الاجتماعية وهذا يدل على أن السياسة مستمرة في هذا الشأن في المقابل انتقدت المعارضة التي صوتت ضد القانون ما وصفته بغياب رؤية اقتصادية واضحة وأن الدعم الاجتماعي يدخل حسبها ضمن الحسابات الانتخابية للحكومة ليس إلا لا يخفى أن هذا القانون في سياق سياسي أمام استحقاقات انتخابية قادمة وكذلك ينطبع بالطابع الشراء السلم الاجتماعي وهذا ما يفسر الزيادة في التحويلات الاجتماعية بالرغم من عدم وجود الجدوى الحقيقية أو أنها لا تصل إلى مستحقها حكومة لم تقدم أي إجراء لتحسين الأوضاع مثلا في التحسين الضريبي أو في مكافحات السوق الموازية أو في تقليص فاتورة الاستيراد لنعرف بليكين ظاهرة تدخيم الفواتر لتصل في بعض الأحيان 18 مليار دولار يذكر أن قانون المالية الجديد سيعرض الأسبوع المقبل على مجلس الأمة الغرفة العليا للبرلمان للتصديق عليه محمد جرادة الحرة الجزائر من الجزائر ينضم إلينا دكتور عمر هارون أستاذ الاقتصاد بجامعات المدية مساء الخير دكتور إذن قانون أقل تقشفا مقارنة بسنوات الماضية بعيدا عن التأويلات السياسية لهذا القانون وموازنة هذا العام من النحية الاقتصادية هل تتحمل قدرة الدولة على مواجهة هذا الكم المتواصل من الضخ الأموال في الجبهة الاجتماعية وفي مختلف القطاعات أمام وفي مقابل ظرف اقتصادي صعب ونعرف جميعا ربما أسعار النفط وهي المورد الأساسي للخزينة حاليا في الوضع الحالي للاقتصاد الوطني مع عودة لارتفاع سعر المتوكات الحكومة تمارس العمل الانتحة وللموازنة الانتحة في أريحية مقارنة بما كان تعليف لسنوات الماضية خاصة من 2014 إلى 2016 حتى نهاية 2017 اليوم سعر البترول ما يكون ما بين 70 و 85 دولار فالموازنة الجزائرية والحكومة الجزائرية استطعت أن تضبط هذه الموازنة على هذا السعر وهذا هو 50 دولار للبرميل كمتوسط وقررت أنه تكون مستوى النمود تقريبا في 2.6 أنه يكون هذا الشيء هذا سيخلي الأموال تلك البترول اللي ما زالت تضرها طبعا الأبارة النفط والغاز أنه تضر على الموازنة الدولة أموال قادرة على تمويل الجبهة الاجتماعية لأنه أكثر من 7700 مليار دينار جزائري خصصت للجبهة الاجتماعية وخصصت لتمويل الجبهة الاجتماعية ما نجب أن ننسى أن النظام الجزائري أو الاقتصاد الجزائري مبنى الاقتصاد الرأس مالي اجتماعي وهو نموذج يبقى فيه دور الحكومة كبير في تقديم المعاونات بشكل مباشر من خلال تحديد سلع السلع الضرورية سواء الحريب سواء الخب سواء الزيت سواء السكر كلها أسعار مقننة تظهر هذه السنة عدم رفع أسعار المحروقات وهي التي كانت منتظرة لكنها لم توجد هنا في هذه المرة هذا يعني لن يكون هناك أي ضرابات على مستوى أسعار النقل النقل الحضري أو نقل البضائع أو نقل ما بين مدن كما حدث في السنوات الماضية هذا يؤشر أنه ستكون هناك سنة نقول عليها أكثر هدوءا في الجبهة الاجتماعية خاصة مع قدرة الحكومة على تغطية 1800 مليار دينار التي هي عجز في الموازنة سواء من خلال طبع النقود لهذه السنة طبعا مثلا 3500 مليار معنا نحن قادرين على تغطية من خلال عملية طبع النقود وهذا نقدر نغطيه من خلال احتياط النقدي الموجود عند الجزائر لكن دكتور الاحتياطي دولار أو أكثر الاحتياطي تكلم عليه طبعا تحدث عنه وزير المالية عبد الرحمن راوية قبل أيام وتوقع أنه سينخفض بشكل حاد جدا في غضون الثلاث سنوات القادمة هل هذا هو حل من الناحية الاقتصادية على الأقل لتغطية هذا العجز طبعا من ننساش أنه هناك بعض الحلول المقترحة في قانون المالية هذه السنة لتدعيم وتنويع الاقتصاد الوطني نتكلم اليوم على أن المصنع الحجار ينوي تصنيع الهياكل السيارات وهذا ما يعني أنه سوف ندفع بصناعة السيارات في الاقتصاد الوطني إلى مصاف عملية التصنيع وليس عملية التركيب فقط نتمنى أن هذه العملية تأخذ المسر الحقيقي نتكلم أيضا على قدرة الجزائر على استخراج النفط والغاز من المصادر البحرية ومن الغاز الصخري وهذا ما نتوقعه أيضا في قانون المحروقات القادم نقطة أخرى أيضا وهي تشجيع قانون المالية الحالي لكل ما عنده علاقة بالطاقات المتجددة وهذا شيء إيجابي وإيجابي جدا الحقيقة أن الجزائر فقط ما يقف عائقا تقريبا في قضية تنمية اقتصادها الوطني هو قانون 4951 الذي أتوقع أنه في المستقبل القريب سيكون هناك تغيير فيه وهذا ما سيمنح الاقتصاد الوطني جرعة من الأكسجين من خلال جلب الكثير من الاستثمارات الأجنبية التي ستحتضن مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة التي تواصل الدولة الجزائرية دعمها ودعمها بشكل كبير جدا خاصة مع مقاربة مثلا تكوين الشباب الجامعي من خلال مثلا دور المقاولتية التي تقدم تكوينا مقاولتية للشباب خاصة الجامعي من أجل إنشاء مشاريعه الخاصة وهذا ما يعني أنه سيكون هناك تكامل بين الاقتصاد في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتكامل بين الاقتصاد في المؤسسات المساوى الاستثمارات طبعا في الوقت الحالي هناك بعض الاختلالات الواضحة للاقتصاديين خاصة لكن الشعب على المستوى البسيط لم يشعر بهذه الاختلالات ولم يشعر بالتغيرات خاصة أن كل الأسعار التي تهمه أسعار السلع والخدمات التي تهمه هي أسعار مقننة ومدعومة من قبل الدولة وأيضا الدولة تبقى تدعم في الاستيراد السلع الغير موجودة دولة غير المنتجة في الجزائر وتحاول إحلالها بمنتجات الداخلية والحد من الاستيراد بشكل الذي كان في السابق بالنظر إلى قانون المالية لهذا العام هل يمكن أن تكون هناك أيضا ضغوطات من أوروبا خصوصا بالنسبة للإستيراد الجزائر دفعت كل مديونيتها عفوا الجزائر اليوم حرة في قرارها الاقتصادي هذا الواقع لنا عرفوه جميع رغم أن هناك ضغوط من أجل منع التمويل التقليدي إلى أن الجزائر مشت فيه لأنه رأت أنه مصلحتها فيه لهذا أقول أن الاتحاد الأوروبي لن يشكل ضغوط كبيرة ممكن انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة قد يؤدي بها إلى تغيير بعض التفاصيل فيما يخص تقييد الاستيراد خاصة لكن هذا لن يكون في الأمد القصير لا أتوقع أنه سيكون في السنة المقبلة يمكن بعد سنة 2019 سننظر إلى هذا الموضوع بنظرة أخرى خاصة أن الجزائر ترمي إلى تقوية الاقتصاد المحلي تقوية المؤسسات الداخلية ثم فتح المجال التنافس مع المؤسسات الدولية شكرا لك دكتور عمر هارون أستاذ الاقتصاد بجامعة المدية من الجزائر كنت معنا المباشر شكرا جزيلا لك نذهب الآن إلى تونس حيث صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والانتخابية بالبرلمان على مشروعية مام قانون الانتخابات والاستفتاء وضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها بما يتعلق بالانتخابات التشريعية وقررت اللجنة اعتماد نسبة 5% للحاصل الانتخابية المطلوب من الأحزاب السياسية بلوغها خلال الانتخابات للفوز بالمقاعد وأرجعت مناقشة تحديد النسبة المطلوبة لتمويل الأحزاب إلى الجلسة المقبلة ومن المقرر يجرأوا الانتخابات التشريعية في تونس العام المقبل ينضم إلينا من تونس الصحفي والباحث السياسي موندر بالضيافي مساء الخير أستاذ إذن 5% هل يمكن القول أن هذه النسبة ستقضي على كثير من الأحزاب وستخرجها من دائرة التمثيل الانتخابي في تونس بالفعل هذه النسبة هي إجراءة مهم جداً وهو في الحقيقة دعني أقول لك لنضعه في سياقه فهو مطلب من النخبة السياسية وأيضاً من النخبة القانونية فحصل جدل خلال الفترة الأخيرة في تونس جدل سياسي وقانوني ودستوري أيضاً مدار هذا الجدل هو المطالبة بتنقيح الدستوري التونسي على اعتبار أن النظام الحالي وهو النظام البرلماني لا يناسب الاستقرار في تونس خاصة في هذه المرحلة الانتخابية كما أن هناك جدل حول القانون الانتخابي القانون الحالي الذي تم اعتماده هو قانون التصويت بالقائمات مع اعتماد جانب من نسبية يتمثل في أكبر البقايا وهذا القانون هو في الواقع سمح بدخول أحزاب صغيرة للبرلمان وهو ما شتت التمثيلية الحزبية داخل البرلمان وأثر على الحياة السياسية فيما يتعلق بالاستقرار السياسي ومن هنا ظهرت دعوات لمراجعة القانون الانتخابي باتجاه اعتماد تواصل اعتماد القائمات لكن مع نسبية أقل تضمن بوضع سقف 5% لدخول الأحزاب في هذه البرلمان هذا القانون الجديد هو طبعاً سوف يكون في صالح الأحزاب الكبيرة أو الأحزاب التي تهيمن على المشهد السياسي الآن في تونس ولا تخدم صالح الأحزاب الصغيرة لكنها في المقابل سوف تجعل الحياة السياسية والحزبية أكثر استقراراً لأن البلاد اليوم في حاجة إلى استقرار سياسي وبعد فترة انتقالية لابد من الذهاب إلى حياة حزبية منظمة ويتوقع أن يتم التنافس خلال الانتخابات القادمة عن ثلاثة أو أربع حزاب كبيرة سوف تتنافس على هذا الاستحقاق الانتخاب الأهم الذي سوف يتم في شهر أكتوبر من السنة القادمة أي 2019 إذن الهدف هو نعم لكن ألا تظن أن هذه النسبة الإقصائية قد تقصي العديد من الأصوات لدى التونسيين والتي يجب سماعها ويجب الاستماع إليها والأخذ برأيها حتى ولو كانت ضائلة في الواقع في الظاهر هذا كلامك معقول وجدي لكن بعد في المرحلة الانتقالية تم تجريب قانون انتخابي مثل فرصة لتواجد الطياف واسعة في البرلمان التونسي الآن تونس هذا القانون الانتخابي لا يخدم مصطحة الاستقرار السياسي في البلاد فالحياة السياسية والحزبية تعاني من تشتت كبير وهذا ما يؤكد عليه كل القوى السياسية في تونس سواء أحزاب أو باحثين في العلوم القانونية والسياسية هنا في بلادنا في تونس إذن هناك في الواقع مطلب مجتمعي وسياسي كبير من أجل مراجعة القانون الانتخابي حتى نظما أكثر ما يمكن من الاستقرار في الحياة السياسية هذه المرحلة الانتقالية التي تعيشها تونس والتي طالت في الواقع استمرت منذ ثورة 14 يناير 2011 إلى يوم الناس هذا نحن ندخل السنة الثامنة بعد ثورة وبالتالي لا بد من استقرار في الحياة السياسية حتى تضمن البلاد الذهاب نحو التنمية ونحو خدمة الخضايا الأخرى والاقتصادية والاجتماعية أستاذ منذر فقط رفعت هذا الشعر الاستقرار مقابل إلغاء التنوع لكن حتى أحزاب كبيرة بعد الانتخابات عادة ما يحدث فيها نزيف ولاحظنا حزب نداء تونس ألا يعطي هذا ضربة لهذه النسبة مقارنة بالأحزاب الصغيرة التي سيقصيها هذا القانون وهذا النظام هو في الواقع يعطي المشهد الحزبي في بلادنا لابد أن يفرز أحزاب قوية وأحزاب قادرة على التنافس وأحزاب لها قاعدة جماهيرية وأحزاب لها حضور بالواقع هذا يخدم الحياة السياسية ولا يمثل في تقدير إقصاء تلاحظ أن حتى أكثر الديمقراطيات فيها تتنافس فيها حزبين أو ثلاثة على الحياة السياسية مثلا عندكم في الولايات المتحدة حزبين فقط يتنافسان عن الحياة السياسية في دول أخرى ديمقراطية أيضا إذن المرحلة هناك فرز طبيعي حصل في تونس وهذا الفرز سوف يسمح بتواجد أحزاب قوية مهيمنة لها جماهيرية لها هيكلة لها إطارات لها قواعد من شأنها أن تتنافس على الحياة السياسية وعلى الانتخابات هذا في تقديري لا يمثل إقصاء ولا يمثل تعدي على التنوع وعلى التعددية في البرلمان فقط أريد أن أجيبك على سؤالك حول حزب ندى تونس بالفعل هناك اتجاه أيضا هناك اتجاه نعم نعم تفضل باختصار لو سمحت نعم تسمعني نعم نحن نستمع نحن في الاستماع تفضل باختصار هناك اتجاه أيضا عفوا شكرا لك هناك اتجاه للقضاء على ما يسمى في تونس السياحة الحزبية أو السياحة البرلمانية أي تترشح تفوز وتدخل البرلمان باسم حزب ثم بعد ذلك تغير انتمائك وتنتمي إلى كتلة أخرى هذه هي السياحة الحزبية التي نسميها في تونس أضررت بالحياة السياسية وهي تفتقد أفقدت الحياة السياسية في بلادنا الأخلاق لتيك بوليتيك لذلك هناك أيضا اتجاه نحو منع هذه السياحة البرلمانية منعها بالقانون السلح في الباحث السياسي منذر بالضياف كنت معنا من تونس شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا نبقى دائما في تونس حيث ينعقد المنتدى العالمي الأول للصحافة الذي تنظمه منظمة مراسلون بلا حدود بشاركة مع النقبة الوطنية لصحفيين تونسيين ومنظمة مدافع حرية الصحافة وسيناقش المشاركون دور الصحافة في إفادة المواطنين وواقع حرية الإعلام في ظل التقلبات التي يعيشها العالم اليوم بعد رحلة مضنية تكبد خلالها عناء التعثر بحواجز التفتيش التي تفرضها القوى المتنازعة في اليمن نجح الصحفي اليمني علي موشكي مع مجموعة من زملائه في حضور المنتدى العالمي الأول للصحافة الذي ينتظم في تونس علي ينقل تجربة راديو يمن تايمز الذي يختص بنشر رسائل السلمي بين مختلف أطياف المجتمع اليمني في ظل واقع الحرب ورغم ذلك لم يسلم هذا المنبر من استهداف المجموعات المسلحة يمن تايمز تعمل في جو لا صوت يعلو صوت الحرب وصوت الدعوة إلى الجهاد إلا أن يمن تايمز قاومت كل هذا وتدعو إلى السلام وتدعو إلى الحياة من أجل الوطن وليس الموت من أجل الوطن نحو خمسمائة صحفي من ثلاثين بلدا يحضرون المنتدى الذي ينتظم تحت شعار صحافة مفيدة للمواطنين الصحفيون تحدثوا عن واقع حرية الصحافة في بلدانهم وما يسببه الانغلاق السياسي من محاصرة لجميع المنابر وإقامة حواجز بين الصحفي وهموم المواطن دولة تغضب من من ينقل مشاكل المواطن أو تزهر الصورة الحققية للدولة أنها مش شايفة شغلها لذلك العديد من الوسائل العالمية دائما أبدا ينقل ما تقوله السلطة المنتدى ناقش أيضا دور وسائط التواصل الاجتماعي والميديا الجديدة في كسر جميع الحواجز التي تطوق حرية الصحافة في ظل الأنظمة الشمولية للأسف الوضع ينجح فيه أحنا في تونس وفي المنطقة العربية ووضع الألم ألم سيئ ثم المنطقة العربية ألم يرزح تحت الدكتاتورية ونعرف وشني الوضع متاعه في تونس رغم أن الألم تعيش نوع من الهامش كبير من الحرية لكن في نفس الوقت ما هو الألم المفيد اللي أحنا نحبوه اللي هو الشعر الملتقة هذه ما هو ألم مفيد ويرهن منظمو المنتدى العالمي للصحافة على أن تكون تونس منطلقا لإقامة شبكة دولية واسعة للمدافعين عن حرية الصحافة وعن دور الأعلام في خدمة المواطن لسيما في ظل التقلبات التي يعيشها العالم اليوم صحافة مفيدة للمواطن رغم واقع النزاعات والانغلاق الذي تعيشه عديد البلدان لسيما العربية منها عنوان اجتمع لأجله عشرات الصحفيين لأول مرتنا في تونس طفيق العيش الحرة تونس نشرتنا مستمرة بعد الفاصل وفيها في جلسة لمجلس الأمن الأمم المتحدة تحذر من خطورة انتشار الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي المغرب يدشن البوراق أول قطار فائق السرعة في إفريقيا أهلا بكم من جديد حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش مجلس الأمن من خطورة انتشار الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي وانشار إلى أن انعدام الأمن في المناطق السحراوية من شرق بوركنافاس إلى الجنوب الليبي مرورا بيتشاد يشكل بيئة سهلة الاختراق من قبل المجموعات الإرهابية وحتى جوتيريش في تقرير قدمه لمجلس الأمن اليوم على ضرورة الإسراع في دعم دول منطقة الساحل بما في ذلك المعونة الإنمائية ومواجهة الفقر وتعسيز الأمن معنا من نيورك مرسلنا نبيل أبي صعب مساء الخير نبيل إذن قرار أو قرار جديد ربما من هذا التقرير جديد عفوا من جوتيريش حول منطقة الساحل هل هذا يعني أن كل الخطط التي تم مباشرتها في تلك المنطقة فشلت بما فيها العملية العسكرية الفرنسية نعم هذا تحذير من الأمين العام للأمم المتحدة من مغبة التأخر في نشر القوة الخماسية المشتركة التي كانت تشكلت بمباركة فرنسية وأيضا بمباركة من مجلس الأمن في قرار صدر تحت الفصل السادس وبالتالي المزيد من التأخير في تشكيل وانتشار هذه القوة وفق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ينذر بمزيد من تقويد الاستقرار في هذه المنطقة الهشة لسيما يعني بسبب انفلات الوضع الأمني في ليبيا تعتبر منطقة مكشوفة وهي مفتوحة على نشاط لمجموعات مسلحة ومتمردة ومجموعات متصلة بتنظيم القاعدة وبالتالي النداء الذي أطلقه جوتيريش في هذا التقرير يشكل ما يشبه نقوص خطر بالنسبة إلى ضرورة تجاوز العقبات الرئيسية في تشكيل هذه البعثة أو القوى المشتركة وكذلك تجاوز المشكلات المتمثلة بضعف آليات التمويل إذ أن هناك ما يشبه الانقسام الأمريكي الفرنسي في مجلس الأمن حول آليات تمويل هذه القوى المشتركة إذ تسعى فرنسا إلى وضع هذه القوى تحت الفصل السابع مما يعني أن الأمم المتحدة ستكون مسؤولة بشكل أكبر عن تمويلها وتفعيل قوتها وعديدها ومعداتها فيما تعتبر الولايات المتحدة أن مهمة تمويل هذه القوى المشتركة تقع على أكثر من طرف ولا ينبغي للأمم المتحدة أن تتحملها من ميزانيتها وحسب وهي تعني على وجه الخصوص الدول المعنية في المنطقة وكذلك فرنسا والاتحاد الأوروبي علما أن الولايات المتحدة تمول بعشرات الملايين من الدولارات هذه الدول ولكن بشكل منفرد وفق شراكات أمنية وعسكرية تعقيدها أو عقدتها الولايات المتحدة مع هذه الدول في منطقة الساحل الأفريقي وتشير المعلومات إلى أن حجم التمويل الأمريكي لبرامج التسلح والتدريب العسكري لدول الساحل بلغت ما يقارب الملياري دولار خلال السنوات الخمس الماضية وبالتالي تعتبر الولايات المتحدة أن مسؤولية تحمل أكلاف هذه القوى المشتركة يجب أن تتوزع بشكل منصف على أكثر من طرف فيما تعتبر فرنسا أن وضع هذه القوى تحت الفصل السابع يعني يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في تلك المنطقة الحيوية التي يطال التهديد الإرهابي فيها ليس منطقة الساحل وحسب بل أيضا أوروبا وفرنسا بطبيعة الحال ولكن حتى الآن ليس هناك من أفق مسدود لبحث هذا الأمر إذ أن مجلس الأمن وفق الجلسة التي عقدت اليوم كان واضحا أن كل أعضائه يجمعون على دعم هذه القوى وإن بآليات متفاوتة وأيضا تأمين الغطاء السياسي لعمل هذه القوى وكذلك إجراء مراجعة ضرورية وفق توصيات الأمين العام للأمم المتحدة لتعزيز حصول هذه القوى المشتركة على ما تتطلبه من إمدادات وتعزيزات خصوصا بالنسبة إلى المركبات المدرعة وأيضا تعزيز أمن الثكنات العسكرية التي من المفترض أن تنتشر فيها هذه القوى خصوصا بعد الهجوم الذي تعرض له مركزها الرئيسي في شرق مالي في حزيران يونيو الماضي وهذا الهجوم أدى إلى مزيد من العرقيل في تشكيل القوى المشتركة وفي انتشارها كذلك ولكن هناك نقاط إيجابية أشار إليها جوتيريش في تقريره إلى منها مثلا إجراء الانتخابات التشريعية في موريتانيا وكذلك إجراء الانتخابات الرئاسية في مالي وهذا تطوران يشيران إلى مزيد من الضمقرطة في هذه المنطقة الحيوية ولكن الأمر يحتاج إلى متابعة بإصلاحات سياسية وأيضا إصلاحات على مستوى الخدمات وتأمين الوظائف ويعني الحد من مستوى الفقر في هذه المنطقة التي تعد من أكثر المناطق فقرا على مستوى العالم وبالتالي هناك عدد من الإجراءات التي لا يزال على الدول أن تتخذها لمعالجة جذور المشكلات وليس فقط المحاربة المباشرة للإرهاب بالمفهوم الأمني والعسكري نعم شكرا جزيلا لك نبيل أبي صعب مرسلنا كتبارة من نيويورك شكرا جزيلا لك مرة أخرى دمرت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية 13 قنبلة تغليدية الصن في أحدث عمليات البحث والتفتيش المتفرقة التي شملت تندية وتلمسان وتمرست تأتي هذه الخطوة في إطار مكافحة الإرهاب فيما وقفت مفرزة أخرى شخصين بحوزتهم مسدس آلي بتفازة من ناحية العسكرية الأولى يفيد الجزائر الوزير الأول أحمد أيحيا كممثل للرئيس عبدالعز بوتفريقة إلى القمة الاستثنائية للإتحاد الأفريقي التي ستعقد يوميا السبت والأحد القادمين في العاصمة الأتيوبية دي سبيبا وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نقلا عن بيان لمكتب أيحيا أنه سيرافق إلى القمة وزير وشؤون الخارجية عبدالقادر مساهل وكان رئيس المفوضية الأفريقية موسى فقي قد أكد خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس التنفيذي للإتحاد الأفريقي أن المفوضية تحتاج إلى عملية إصلاحات حاسمة أعلن رئيس الوزراء الليبي فايز السراج أن بلاده تعتزم ترحيل شقيق سلمان عبيدي الذي فجر قاعة مونسيستر أرينا إلى بريطانيا بنهاية العام وفي مقابلة صحفية وعلى همش مؤتمر دولي في إيطاليا أعلن السراج ووفقا للنائب العام أن عملية الترحيل ستتم بمجرد استكمال العملية القانونية في البلاد وكان سلمان عبيدي قد فجر نفسه العام الماضي أمام أحد مخارج القاعة بعد انتهاء حفل غنائي للمغني أريانا جراندي ويشتبه في ظلوع الشقيقي في هذا التفجير وهو مطلوب لدى شرطة مانشستر بتهم القتل والتآمر انتقد رئيسه الحكومة الليبية المعترف بها دول ينفاذ السراج موصفه بنفاق الأوروبيين حول مسألة الهجرة وطلب السراج في مقابلة نشرته صحيفة كوريري ديلا سيرا الأوروبيين بمزيد من التعاون وحذر السراج من احتمال موجود متسللين من تنظيم داعش بين المهاجرين وفي هذا السياق دعا إلى ضرورة التعاون بين أجهزة الشرطة والاستخبارات الليبية والأوروبية لتجنب الأسوأ على حد وصفه البراق هو اسم القطار فائق السرعة الذي يربط بين مدينتي طنج شمالي المغرب والدار البيضاء وقد تم اطلق وولي رحلة لهذا القطار الذي نهز تكلفته الملياري دولار المشروع الذي دشنه العاهلة المغربي محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثر جدلا في الشارع المغربي بين مؤيد بما يراه مفيدا ويختصر الوقت والمسافة وبين منتقد له يرى أن تكلفته باهظة ويمكن استغلالها في مشاريع تنموية أفضل مع انطلاق القطار فائق السرعة في المغرب انقسم الشارع المغربي بين مؤيد وبين منتقد لامتلاك المغرب قطار فائق السرعة استغرقت أعماله سبع سنوات بتكلفة قاربة ملياري دولار للربط في مرحلة أولى بين مدينتي طنج شمالا والدار البيضاء وسط المغرب بسرعة 350 كم في الساعة التجافة عنده إيجابيات وعنده تلبيات على البلاد التجافة يعني حاجة مزيان لبلادنا أنها ستتعاون في التواصل المواصلات للبلاد وستعطي حاجة إيجابية على التطوى للبلاد سنة أولوية نوصل بعد طرق المداشر نحسن السيكاك دينا نحسن المواصلات دينا نتوف هذه الباديرات التي تنوي القطار الذي اختير له اسم البراق أعطى انطلاقته اليوم في تنج العاهل المغربي محمد السادس الرئيس الفرنسي إيمانويل مكرون هو أول قطار فائق السرعة في أفريقيا سيمكن المغرب برأي بعض الاقتصاديين من دخول عهد جديد من تحديث أنظمة النقل فضلا عن الجانب الاقتصادي منه المشتروع أدى إلى خلق مناصب عمل كبيرة جدا ما يقارب 30 مليون يوم عمل في فترة الإنجاز اشتغل فيها عدد كبير من المغاربة أعتقد 72% من يد العاملة التي شغلت من كوادر ومن عمال كانت مغاربة تنجي في البراق وإن كانت مصادر تمويله الأساسية فرنسية ودول عربية فإنه يواجه معارضة بعض الحقوقيين الذين يقولون إن مشروع القطار فائق الصرعة ليس أولوية ويمكن استغلال تكلفته في مشاريع اجتماعية المغاربة في أما استلحاجة إليها العديد من الناس يقولون غير منتج وليس أولوية بالنسبة للمغرب تجي في هو استثمار غير عقلاني الدراسات لدرتها المؤسسات الفرنسية كتقول بأن التجي في لا يليق للمغرب جدير بالذكر أن المسؤولين على قطاع السكك الحديدية في المغرب يراهنون على أن يساهم القطار الفائق الصرعة في رفع عدد المسافرين عبر القطارات إلى ستة ملايين مسافر في السنة مقابل مليونين في الوقت الراهن وهكذا انطلق القطار فائق الصرعة من تنجة إلى الدار البيضاء الذي يقول مسؤولنا مغاربة عنه إنه الجزء الأول من مشروع يتوخى إنشاء خطين آخرين للوصول إلى أقادير جنوبا وإلى مدينة وجدة شمال شرق المغرب في أفق 2035 عبد الحيل بقاني الحرة طنجة شمال المغرب معي الآن الزميل كريم حجوج من أصوات مغاربية مساء الخير كريم أهلا بك مساء النور رؤوف ومرحبا بك ومرحبا بساعدة المشاهدين أهلا كريم إذن البداية ربما دعنا بأهم المواضيع التي تم التفاعل معها من مرواد مواقع التواصل الاجتماعي على صفحة أسوات مغاربية نعم البداية اليوم ستكون ليبيا مع موضوع المهاجرين الغير مضابيين الذين تم توقيفهم على السواحل الليبية تحديدا بالمناطق الغربية ببناء مصراطة تم توقيفهم من طرف خفر السواحل الليبية وتبين من خلال التحقيقات أن هناك 14 مهاجرا غير نظامي جاءوا من بلدان مختلفة من العالم من أريتيريا الصومال والسودان وأيضا بنغلاداش لكن ما حصل أن هؤلاء المهاجرين رفضوا النزول والعودة إلى البر قالوا نفضل أن نموت في البحر على أن نعود إلى البر طبعا موقف هؤلاء يفسر ربما بما يحدث من تجاوزات عديدة بمراكز إيواء أو حجز احتجاز هؤلاء المهاجرين وقد رأينا في مرات سابقة حجم المعاناة التي وصلت إلى حد القتل والاختصاب وما إلى ذلك كيف تم تعاليك؟ التعليق كانت مختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة بصفحة أصوات مغاربية وموقع أصوات مغاربية الذي تابع هذا الحدث كاتبت أمينة دريدي حسبنا الله ورحم الوكيل فيهم يعذبون في الأفارقة ويتاجرون في بيع البشر أنا شاهدت أكثر من عشرة فيديوهات تؤكد ذلك شيء يوجع القلب أما صفيان ويبدو أنه من ليبيا فتسأل قائلا الأفارقة يدخلون إلى ليبيا بطريقة غير شرعية ويفسدون فيها بالله عليكم كيف تكون معاملة الليبيين مع أو للأفارقة؟ نعم مشكلة كبيرة جدا خصوصا في ظل تأكيدات دولية بأن خط الهجرة الدولي أصبح الآن يمر عبر ليبيا بعد التضييق على الخط عبر تركيا إلى أوروبا لكن المشاكل تبقى سواء لهؤلاء المهاجرين سواء أنبقوا في البر الليبي أو حتى بعد وصولهم إلى سواحل أوروبية خلينا نمر كريم إلى الموضوع الثاني الموضوع الثاني جميل جدا نعم الموضوع الثاني جميل جدا وهو عبارة عن قصة بالفيديو لمواطن مصري شغوف بالصفر وبالرحلات عبر العالم هو على هذا الأحد منذ سنة 1994 زار أكثر من 80 بلدا عبر العالم لكن هذه المرة يتواجد بالمغرب أين يكتشف خصائص هذا البلد؟ دعنا نشاهد هذا الفيديو ربما على الأقل لنستمتع به جوالاتي حول العالم حوالي 23 سنة 87 دولة 22 غابة استوائية والحياة مع 12 قبيلة بدائية منتشرين على طول خط الاستواء من أقصى شرق الأرض إلى أقصى غابة تجولت في كل المغرب من ورززات حتى الشمال حتى وجدة حتى الحسيمة حتى تطوان والناظور يعني تجولت كنت أبحث عن الإنسان الذي يشبه ابن بطوطة بحثت وجلست مع المفكرين وتعلمت الكثير من هذه البلاد تعلمت كيف يكون الامتزاج كل المتضدات تمتزج في بعضها وتزوب في هذا الشعب الجميل في الشعب المغربي الترحال دعوني أوضح أن الترحال ليست وسيلة لكسب العيش وليست مهنة الترحال هو إسلوب حياة أن ترحل إلى الآخر معناها أن تعترف بالآخر برغم الاختلاف أن تعترف بالآخر كما هو وليس كما تريد إذن كريم ختمها بفكرة وحكمة أن تقبل الآخر كما هو وليس كما تريد أن تتصوره أن نعم لأن العالم هو عبارة عن مكونات ومركبات تقافية مختلفة يعني تميز منطقة عن أخرى وتميز دولة عن أخرى وهذا الذي اكتشفه هذا الرحال وكيف وصفه طبعا هناك ميزة في هذا الفيديو أنه يعني لقب يعني هو عراد أن يماهي الرحالة والمؤرخ الشهير ابن بطوطة وأنا أعرف أن يعني ابن بطوطة خاصية التي يتمتع به ابن بطوطة في المنطقة يعني أعلق أحد كتب أحد المعلقين محاولة تقليد أعمال ابن بطوطة الأمازيغي ومعلق آخر أو معلقة أخرى سلمة كتبت ابن بطوطة أمازيغي قبل أن يكون مغربيا كانت هذه مجموعة من التعالية على هذا الموضوع جميل يبقى أنه تجربة جميلة جدا في الحياة ابن بطوطة يعني ليس من السهل أن تسافر وترى 87 دولة في 24 سنة كريم شكرا جزيلا للعفو شكرا إذن للمزيد من الأخبار مشاهدين والمواضيع حول المنطقة المغربية يمكنكم دائما الإطلاع على موقع أصوات مغربية وللمشاركة بأرائكم واختراحاتكم يمكنكم متابعة صفحة أصوات مغربية على الفيسبوك وباقي منصات التواصل الاجتماعي البقر مشاركنا مستمرة بعد الفاصل نتابع فيها واشنطن تفرض عقوبات على 17 مواطنا سعوديا لدورهم في قتل السحفي جمال خاشقجي فرضت وزارة الخزارة الأمريكية عقوبات على 17 مواطنا سعوديا لدورهم في قتل السحفي جمال خاشقجي وشملت هذه العقوبات قائمة تضم سعود القحطاني ومهر المطرب والقنصل السعودي في اسطنبول محمد الاعتيبي إلى جانب 14 شخصا متهمين بالجريمة وحتى تلقزانة الأمريكية الحكومة السعودية على اتخاذ الخطوات المناسبة للحد من أي استهداف للمعارضين السياسيين أو السحفيين من جهته أوضح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن العقوبات اتخذت بموجب قانون ماغنيتسكي لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في العالم وأكد بومبيو أنه بموجب هذا الإجراء فإن وصول هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة قد جمدت وأن الأمريكيين ممنوعون من التعامل معهم وأوضح أن هذا الإجراء اليوم هو خطوة مهمة في الرد على مقتل خاشقجي وأن الخارجية ستستمر بسعي للحصول على كل الحقائق المتعلقة بهذا الأمر كما ستتابع التشاور مع كونغرس والعمل مع دول أخرى لمحاسبة الضالعين في مقتل جمال خاشقجي فقد تم توجيه التهن الرواية السعودية الجديدة بشأن مقتل خاشقجي تشير إلى أن الواقعة بدأت في 29 سبتمبر الماضي عندما أصدر نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق أمرا بإقناع المجني عليه بالعودة إلى المملكة وفي حال عدم حدوث ذلك تجري إعادته بالقوة ولتلك الغاية شكل قائد المهمة فريقا من 15 شخصا ضمن ثلاث مجموعات واحدة للتفاوض وثانية لجمع المعلومات الاستخباراتية وثالثة لتوفير الدعم اللوجستي واقترح قائد المهمة على نائب رئيس الاستخبارات تكليف زميل سابق له كان يعمل مع مستشار سابق أيضا بقيادة مجموعة التفاوض نظرا لوجود معرفة سابقة له بخاشقجي وبعد ذلك التقى المستشار السابق قائد المهمة وفريق التفاوض ليطلعهم على معلومات تضمنت صلة خاشقجي بمنظمات ودول معادية للسعودية مع التأكيد على أن وجوده خارج البلاد يشكل خطرا على أمن المملكة وحث الفريق على إقناعه بالعودة ورغم ذلك تواصل قائد المهمة مع إخصائي في الأدلة الجنائية بهدف مسح آثار العملية في حال استدعى الأمر إعادته بالقوة وقد تم ذلك بشكل فردي دون علم مسؤول الأخصائي المشار إليه وقد تواصل قائد المهمة قبل العملية أيضا مع متعاون في تركيا لتجهيز مكان آمن في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة وذلك وفق الرواية السعودية وبعد اطلاعه على الوضع داخل القنصلية في اسطنبول تبين لرئيس مجموعة التفاوض تعذر نقل خاشقجي إلى مكان آمن متفق عليه في حال فشل التفاوض معه فقرر قتله وهو من تهى إليه الأمر النيابة العامة السعودية تشير إلى أن الجريمة وقعت عبر عراك وشجار أدى إلى تقييد وحقن خاشقجي بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة فارق على إثرها الحياة وبينما أكدت التحقيقات السعودية التوصل إلى الآمر والمباشرين للقتل وعددهم خمسة أشخاص اعترفوا بذلك وتطابقت أقوالهم ذكرت السلطات أن الجنات قطعوا الجثة ونقلوها إلى خارج القنصلية فيما سلمها أحدهم لمتعاون تركي جرى التوصل إلى صورة تشبيهية له بناء على وصف من نفذ عملية تسليم الجثة وأشارت التحقيقات أيضا إلى التوصل لمن ارتدى ملابس المجن عليه ومن رافقه للتخلص من الملابس في إحدى الحاويات ومنها ساعته ونظارته وجرى خلال التحقيق التوصل لشخص عطل الكاميرات الأمنية في مبنى القنصلية وقد كان ضمن مجموعة الدعم اللوجستي المؤلفة من أربعة أشخاص خلص التحقيق أيضا إلى أن قائد المهمة اتفق مع مجموعة التفاوض ورئيسهم الذين قرروا وباشروا القتل على تقديم تقرير كاذب لنائب رئيس الاستخبارات العامة السابق يتضمن إفادة بمغادرة جمال خاشقجي مقر القنصلية بعد فشل عملية التفاوض أو إعادته بالقوة عاد الهدوء نسبيا إلى مدينة الحديدة بعد الأوامر التي صدرت للقوات الموالية للحكومة الشرعية بوقف عملياتها ولم يسجل سوى منوشات محدودة على الجبهات إلى ذلك دعا ديفيد بيسلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي لحماية ميناء الحديدة المنفذ الأساسي لدخول الأغذية والمواد الإنسانية من أجل تفادي ارتفاع نسبة الخسائر في الأرواح ندعم ما يزيد على ثمانية ملايين شخصا في هذا البلد وبسبب الحرب فقد يرتفع العدد إلى 12 مليون لذلك أنا هنا في هذا الميناء لأرسل رسالة واضحة للعالم بشأن حاجتنا لحماية هذا الميناء بأي ثمن والتأكد من أن يعمل بكامل طاقته وبخلاف ذلك فإن الناس سيموتون حذرت العمم المتحدة مما وصفته بمعاناة إنسانية لم يشهدها الصراع السوري من قبل في حال تصعد القتال شمال غرب البلاد وأعربت المنظمة الدولية على لسان الناطق باسمها أو باسم أمينها العام أبارت عن قلقها إزاء ورود تقارير تفيده بوقوع أعمال عدائية وتشريد مدنيين وقصف فعليا في حلب وإدلب وحماوة لاذقية التي تعتبر جزءا من منطقة اتفق عليها الجانبان الروسي والتركي على اعتبارها منطقة خفض تصعيد هذا وعفاد المرصد أن القوات النظامية واصلت إرسال تعزيزات إلى المنطقة فيما استمر قصف مدفعية على المنطقة منزوعة السلاح فيها صرحت المتحدثة باسم البينطاغول لشؤون أفريقيا كوماندر كانديس تريشت بأن قيادة أفريقيا الأمريكية أفريقوم قررت خفض قواتها الخاصة المكلفة بمهام مكفحة الإرهاب في دول أفريقية عدة بنسبة 25% وفي مقدمة هذه الدول النيجر ومالي وضفت كوماندر تريشت أن عمليات خفض عدد عديد القوات سيشمل أيضا 10% من حجم الجنود الأمريكيين المشاركين في برامج تدريب عسكري مع حكومات محلية وينتشر نحو 7200 جندي أمريكي في دول أفريقية غالبيتها في مناطق القرن الأفريقي وتحديدا جيبوتي حذرت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أعضاء البرلمان من احتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق أو عدم الخروج أصلا إذا ما فشلوا في دعم مسودة الاتفاق التي اقترحتها وحملت ماي أعضاء البرلمان مسؤولية التزام البلاد بالخروج من الاتحاد الأوروبي ودافعت عن مشروع اتفاق بريكزيت قائلة إنها اتخذت الخيارات الصحيحة لا الخيارات السهلة بعد ساعات قليلة من إعلان دعم حكومتها لاتفاق البريكزيت لم يأتي الصباح بأخبار سارة لرئيسة الوزراء البريطانية فمنذ ساعاته الأولى بدأت أخبار الاستقالات من حكومتها تتوالى وأكثرها وقعا كانت استقالة الرجل المكلف بالتفاوض مع الاتحاد الأوروبي وزير البريكزيت دوميني كراب وهو ثاني وزير للخروج من الاتحاد الأوروبي يستقيل احتجاجا على الخط الذي تبنته ثيريزا ميل ميل ترى من جانبها أنه أحسن اتفاق يمكن التوصل إليه التصويت ضد الاتفاق يعني العودة إلى المربع الأول ويعني مزيدا من الانقسام والضبابية وعدم الاستجابة لرغبة الشعب البريطاني الخيار إذن واضح إما الخروج دون اتفاق أو احتمال عدم الخروج أو أن نتحد جميعا وندعم أحسن اتفاق يمكن التوصل إليه مشروع الاتفاق الذي يقع في 585 صفحة أثر انتقادات من كل الأحزاب وخصوصا من حزبها حزب المحافظين أكثر البنود الواردة فيه إثارة للجدل هو تشكيل اتحاد جمركي بين الطرفين يمكن أن يظل إلى أجل غير مسمى طالما لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري لكن هذه ليست نقطة الاعتراض الوحيدة من طرف المعارضين للبريكزيت أو من المؤيدين رئيسة الوزراء قالت إننا سنغادر الاتحاد الجمركي الملحق الثاني يقول عكس ذلك وتقول إنها ستحافظ على وحدة الأراضي البريطانية بروتوكول كامل يقول عكس ذلك وتقول إننا لن نقع تحت طائلة محكمة العدل الأوروبية المادة 174 تقول عكس ذلك جيكوب بريسموغ من أبرز نواب المحافظين المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي وقد أكد اليوم أنه قدم رسالة سحب ثقته من زعيمة حزبه نواب كثيرون أخرون فعلوا مثله وحالما يصل العدد إلى 48 نائبا سيجرى تصويت على سحب الثقة ما قد يؤدي إلى انتخابات داخلية في الحزب وربما حتى إلى انتخابات تشريعية مبكرة استقالات متتالية وانتقادات من كل جانب تضع ثريزا ماي في وضع لا تحسد عليه والأسوأ من ذلك كله احتمال إطلاق حزب المحافظين لانتخابات جديدة لزعامة الحزب ما يفتح الباب واسعا من جديد أمام المجهول علي وجانا الحرة من أمام داونينغ ستريت لندن في الولايات المتحدة ارتفعت حصيلة الخسائر البشرية والمدية التي خلفتها الحرائق بولاية كاليفورنيا وأكدت السلطات حصولها على مساعدات فيدرالية ستساهم في مكافحة انتشار النيران وفي تعرف على الضحايا الذين فقت أعدادهم الخمسين قتلة واصلت طواقم الإنقاذ في ولاية كاليفورنيا البحث عن مفقودين جراء الحرائق الأسوأ في تاريخ الولاية من حيث الخسائر البشرية والمادية وبينما تركزت الحرائق في شمال كاليفورنيا أفادت السلطات بسقوط ضحايا أيضا في حرائق أخرى اندلعت في الجنوب وقد تجاوز عدد المنازل التي طالتها النيران في الولاية ثمانية ألاف وبالتزامن مع تقديرات بانحسار الحرائق تدريجيا أعلنت طواقم الطوارئ انضمام نحو مئة من أفراد الشرطة العسكرية المدربين على البحث والتعرف على الرفاة البشرية لفرق يقودها خبراء الطب الشرعي في كاليفورنيا بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب شمال الولاية منطقة كوارث وهو ما أتاح حصولها على مساعدات من الحكومة الفيدرالية نخطط للحصول على نظام فحص سريع للحمض النووي وسيصلنا النظام والخبراء من أنحاء البلاد كافة ومع تزايد أعداد النازحين عن منازلهم خصصت سلطات كاليفورنيا أماكن لإيواء من فقدوا منازلهم وأعلنت جهات حكومية وخاصة توفير مساعدات عاجلة وتثير الحرائق المتجددة في ولاية كاليفورنيا أسئلة حول كيفية الحد من اندلاعها في منطقة تعاني من جفاف ودرجات حرارة مرتفعة تصاعب من مهمة مكافحتها في كل مرة تندلع فيها وفي آخر إخبارنا أرجعت المحكمة الفيدرالية بواشيطن البتة بطلب شبكة سينان إصدار حكمها بإعادة بطاقة اعتماد جيم أكوستان مرسل القناة في البيت الأبيض إلى يوم الجمعة وقد سحب البيت الأبيض بطاقة الاعتماد من مرسل سينان الأسبوع الماضي بعد اتهامه بممارسة سلوك غير لائق واحتكار فرصة طرح الأسئلة خلال مؤتمر صحفي للرئيس ترامب نهاية النشرة تذكير بالعنوين البرلمان الجزائري يصدق على موازنة 2019 وأحزاب المعارضة تشتكي من تواصل العجز والسياسات التقشفية في تونس لجنة برلمانية تعتمد نسبة 5% للحاصل الانتخابي المطلوب من الأحزاب بلوغها خلال الانتخابات تبعتم أيضاً وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على خلفية مقتل جمال خاشقجي تشمون 17 شخصاً بينهم سعود القحطاني المساعدة السابق لولي العاد محمد بن سلمان ترقبونا على رأس الساعة للمزيد من التحليل حول المواضيع التي تبعتموها قبل قليل كما ننتظر أيضاً تفاعلكم على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى بردنا الإلكتروني نتذهب بعيداً ترجمة نانسي قنقر